اشتركوا في القناة توضيح المقصود بالتجوية وتحديد العوامل التي تسببها الهدف الثاني ممتاز بيان المقصود بالتعرية وتحديد العوامل التي تسببها وما هو الهدف الثالث يا ترى؟ بارك الله فيك تحديد دور الإنسان في تغيير معالم سطح الأرض دعونا نبدأ التجوية ما هي التجوية؟ التجوية عبارة عن عملية تفتت الصخور إلى أجزاء صغيرة تحدث التجوية عادة ببطء شديد يصعب علينا ملاحظتها كما أنها تحتاج تجوية الصخور إلى ملايين السنين الآن ما أسباب حدوث هذه التجوية؟ أولاً المياه الجارية ثانياً الرياح ثالثاً الأمطار ورابعاً تغيرات درجة الحرارة تتخلى المياه الأمطار والثلوج المنصهرة الشقوق ومسامات الصخور يتجمد الماء في داخلها فيتمدد ويزيد من تشققها تكرار تجمد المياه وانصهارها يسبب تفتت الصخور الآن وقت النشاط هل أنت مستعد؟ هيا لنبدأ أكمل العبارتين التاليتين بما يناسبهما العبارة الأولى تحدث التجوية عادة يصعب علي ملاحظتها ما منكم استطاع الحصول على الإجابة؟ أحسنتم بارك الله فيكم ببطء شديد وقد يحتاج أيضاً إلى ملايين السنين بارك الله فيكم اثنان مياه الأمطار والثلوج المنصهرة تتخلى للشقوق ومسامات رائع الصخور وعندما يتجمد الماء في داخلها فإنه ممتاز يتمدد ويزيد من التشقق بارك الله فيكم الآن لنتعرف على التعرية ما هي التعرية يا ترى؟ ممتاز أحسنتم بارك الله فيكم قلنا أن التجوية هي عملية تفتت الصخور إلى أصغر والتعرية هي عملية ناقل تفتت الصخور ممتاز هي عملية ناقل الفتاة الصخري الناتج عن عمليات التجوية الكثبان الرملية هل سمعتم من قبل بهذه العبارة؟ نعم تتواجد في الصحراء بارك الله فيكم هي من الظواهر التي تميز الصحراء الآن التجوية والتعرية عمليتان تعملان معاً تنتقل فتاة الصخور عن طريق المياه الجارية تذكروني ممتاز الرياح الأمطار وتغيرات درجة الحرارة نشاط أنت مستعد أنت مستعدة لنبدأ معاً ما أسباب حدوث عملية التعرية؟ بارك الله فيكم الماء والهواء والجاذبية الأرضية السؤال الثاني أي من العبارات التالية لا علاقة لها بعملية التعرية؟ عملية بطيئة؟ تغير سطح الأرض؟ تفتت الصخور؟ أم قوة الجاذبية؟ ما رأيكم؟ رائع أحسنتم هي تفتت الصخور وقلنا أن تفتت الصخور هي عمليات؟ التجوية بارك الله فيكم الآن الإنسان يغير سطح الأرض كيف يمكن للإنسان أن يغير من شكل سطح الأرض؟ تغير بسيط كأنه يقوم بعمل حفرة صغيرة في حديقة المنزل تغير كبير عندما يقطع الناس الأشجار لأغراض مختلفة مثل بناء المنازل صناعة الأثاث هذا يحدث تغير كبير حفر الأرض لاستخراج الصخور والمعادن الثمينة يؤدي إلى تغيير معالم سطح الأرض الآن وقت النشاط هل أنت متحمس؟ هيا لنبدأ يستطيع الإنسان أن يغير من سطح الأرض من خلال؟ اذكر لي طريقتين ممتاز حفر الأرض قطع الأشجار واستخراج المعادن الثمينة بارك الله فيكم الآن هيا نفكر حان وقت التفكير الناقد كيف تعمل كل من التجوية والتعرية معاً على تغيير معالم سطح الأرض هيا فكروا معي في دقيقة واحدة وسأكون بانتظاركم ها؟ من منكم استطاع الحصول على الإجابات؟ أروني الإجابات؟ رائع بارك الله فيكم إجابات ممتازة فإذا كما قلنا تسبب التجوية تفتت الصخور ثم تعمل التعرية على نقل فتاة الصخور بواسطة المياه الجارية الرياح تغيرات درجة الحرارة الأمطار أحسنتم إجاباتكم متميزة والآن حان وقت النشاط التقييمي هل أنتم مستعدون؟ هيا هيا جهل سبورتك الصغيرة ورقتك الخارجية ولنبدأ معا مع السؤال الأول اذكر شيئين يغيران سطح الأرض ببطء تذكر يغيران سطح الأرض ببطء بارك الله فيكم إجابات متميزة فإذا التجوية والتعرية تغيران سطح الأرض بشكل بطيء بارك الله فيكم السؤال الثاني متى تحدث عملية التعرية بسرعة؟ متى؟ إجابات متميزة بارك الله فيكم قد تحدث التجوية أحيانا تغيرات سريعة على سطح الأرض في حالة الفيضانات أو العواصف القوية أو التسونامي وما يرافقها من أمواج بحرية تؤدي إلى جرف جزء كبير من اليابسة وبذلك يكون درسنا قد انتهى لهذا اليوم أراكم في دروس أخرى مع السلامة